ازمة خدمية يعيشها سكان حي القادسية بمنطقة التأمين في مدينة الرمادي بعد موجة الامطار الاخيرة حيث تحولت شوارع هذا الحي الى مصنقعات من الوحل وبرك المياه فانعدام واضح للخدمات والسمرار لمسلسل الهمل الحكومي لقطاع البنية التحتية لمحافظة الانبار من تمطر الدنيا يعني مأسات مأسات الموجة يدخل على البيوت المجاري انتهت في ادمرة نهائيا يعني اشتغلوا المجاري بس ماكوا فايدة ما زلوا اكوا امطار رح تنسد بطين ولا ماكوا تبليط تعلموا اذا المجاري تسحب الامطار مغي الامطار هذا الشارع اطراف الرمادي هذا الشارع يحتاج الى تبليط يحتاج الى مجاري ونعاني من عنده صيف شي تنعاني من عنده هذا الشارع وحاليا بالانبار اكوا اعمار الحمد لله بس تشوف قدامك هذا الشارع يحتاج لتبليط ويحتاج مجاري واحنا السواق خطوط يعني نشوف سيارات انتهت هذه الازمة الخدمية في حي القادسية بمنطقة التأميم في مدينة الرمادي خلفت ازمة انسانية وراءها حيث لازلت مياه الامطار تعيق حركة السكان متسببة بمنع الطلابة من الذهاب والاياب الى المدارس هذه المنطقة متدمرة يعني لا تبليط لا مجاري سوالها مجاري وظلت المجاري يعني صالها فوق سنتين ثلاثة عود تشتغلوها وظلت يعني ما هذا هذا ووضعنا متدمر اذا مطر الدنيا اليوم مطر الدنيا مدارس ما راحوا منطقة تحتاج يعني مثل ما تقول سيارة الافروع اول واحدة مجاري وتبليط الارض صفة رايحة طين يعني من تمطر الدنيا يصير الطيالة فاتبرة ويشيل استيارات ويشيل طين ويضب عشار على التبرط يديد كل فايدة ما بيه ازمة الامطار في حي القادسية بمنطقة التأميم في مدينة الرمادي شاهد والدليل على فشل المسؤولين على مدار سنوات في ملف الخدمات ولسيما ان خطوط تصريف المياه باتت معطلة ولا تتناسب مع الزيادات السكانية لتواجه بذلك الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 اتهامات كبيرة بالفساد واهمال ملف الخدمات وعدم تطوير شبكات الصرف الصحية ما يتسبب بغرق الشوارع مع اقل موجة امطار موسيقى